السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي كاملين فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى الأمور ديالكم تكون باخر والأخير انتم ما كنتشاهدون الفيديو ديال اليوم اليوم بإذن الله جيتكم بوصفة اللي ان شاء الله تحضروها الوجبة ديال سهلة سريعة في تحضر ديالها ما كنتاخدش لكم بزاف ديال الوقت لفتحضر ديالها فان شاء الله غاد نحضر لكم هنا فطائر مقلية او لفطائر ديال اللي بني بمكونات اللي هي جد اقتصادية شاركوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء اخليوا لي التعليق زمينا اللي ديمها كاكاتش جاني يلا هم عيادوا ان شاء الله باش نتعرفوا على الطريقة والمكونات ديال وصفة ديال اليوم اللي هي فطائر ديال لبني على بركة الله قد نبدأ معكم في المكونات ديال لبني سنحتاج ان شاء الله هنا نصف كأس ديال زيت كأس ديال الحليب الدافئ هناك كأس ديال المدافي سنحتاج كذلك الكيمياء ديال دقيق ان اخذت لي هدى الكيمياء ستا ديال كؤوس بالضبط ديال دقيق هناك معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز الحبيبات انا استعملت ممكن تستعملوا المعجونة وكذلك جوج ديال معلقة الكبار ديال السوكا سندة ممكن اكتر هناك ساشية ديال السكر الفانيلا وصاشية من الخميرة ديال حلويات الوزن ديال الخميرة ديال تمنيا جرام بيضة واحدة تكون في درجة حرارة ديال المطبخ ومن طبيعة الحال الملح بالنسبة لي درست تقريبا واحد من نصف ملعقة صغيرة ديال الملح سنبدأ ان شاء الله في طريقة ديال التحضير اللي سهلة بدون دلك ان شاء الله سنحضروا هاد العجينة ديال هاد الفطائر احتاجت هناك كيف ماشته معيز لفا اللي وضعت فيها كاس ديال الحليب دا فيه كاس ديال الماء كنضيف عليها الجوج ديال معلقة كبار ديال السكر سندة ممكن ضيفوا اكتر إذا بغيتوا هكا البني ديالكم يجيكم بالطيبة ديال الحلوة بالنسبة لي انا فجت الحلوة دياله هكا كمناسبة كنزيد عليهم صاشية ديال سكر الفانيلا وغادي نخلط الكل كيف ما كتشوفوا معي فقط بالخلط اليدوي وغادي نغطي هاد المكونات غادي نخلي غير الخاميرات تفعلية واحد شوية مع السكر ماشي بازداف فتقريبا غير واحد شوية دقيقة ونرجع معكم هنا يا اخواتي بعد ما تفعلت لي الخاميرات كيف ما تكرت لكم اخليتها شوية غادي نضيف لي هادة بالمكونات الاخرى عندي هنا يا كيف ما كتلكم نصف معلقة ديال الملح كنضيف عليها بيضة كاملة ضروري تكون في درجة حرارة ديال المطبخ باش هكا الفطائر ديالكم كي يخمروا لكم بسرعة كنضيف عليهم نصف كأس من الزيت وبالنسبة الكاس اللي عبرت بيه المكونات كاملة راكي وزل نفس القياس ديال الكاس ديال العنبة كان عاود نخلط كل شي بالخلاط اليدوي كيف ما كتشوفو معي وهنايا غادي نبدأ كنضيف الدقيق الفورس فبالنسبة لدقيق الفورس فانا استعملت الخاص بالحلويات نوعية جيدة ممكن استعملوا الدقيق العادي صافي هنا يرى اني كنت مغرب لها كامل قبل كنضيف عليه صاشية ديال الخاميرة ديال الحلويات اللي تكرت لكم عندي هنا الوزن ديال هات من يكرا كنخلط في الأول نصف ديال الكيمياء كيف ما كتشوفو معي بالخلاط اليدوي بهذا الشكل حتى كيولي عندي القوام ديال الخلط بحل القوام ديال الكيك كيف ما غادي تشوفو معي صافي دابا غادي نحييد هاد الخلاط اليدوي وغادي نستعملي ديال وغادي نكمل العجن ديال هاد العجيناء كنبقى كنضيف دائما دقيق شوية بشوية حتى نكمل الكيمياء اللي عندي كاملة كيف ما اتكرت لكم انا اخذت لي 6 ديال كووس بالطبط اللي كيكونوا عامري مزيان انتم معل حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم فبعد مرات هاد الفطائر كياخدوا لي سبعة ديال كيسان وبعد المرات كياخدوا لي هكا 6 ديال كيسان على حسب كيف ما اتكرت لكم النوعية دياله المهم انكم العجينة ديالكم ما تقصحوها شخليوها تكون رطبة كتلتها ثقف اليدين غادي تشوفو معي ان شاء الله بعد ما غادي نعجنها ان شاء الله القوام ديال هكيف اشخصو يكون بشكل فطائر ديالكم كيجيوكم خفافين بزاف وما كيجيوكمش نهائيا معجنين من الداخل وان شاء الله المكوينة ديال هاد الفطائر غادي تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق بالقرام وحتى بالكاس بالنسبة الاخوات اللي كيبغيو هكا المكوينة مكتوبة سوف تستمر غير بحلكة ما كدلكوش العجينة فقط كدخل فيها كيميا ديال دقيق شوفوا معي فالعجينة كتحسو بها رطبة من اللي كدخل يديكم الداخل فكد بدك تلتسق بزاف اليدين فهذا هو القاوم اللي خصي يكون فيها هذه العجينة ديال فطائر غادي ندهنها كالعجينة باشها كما تشكش لياديك القشر اللي كتكون هكا في فوق ديال العجينة كندهنها بشوية ديال زيت وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نغطيها في الجنب حتى تختمر وكيد ضعف الحجم ديالها ومن طبيعة الحال الوقت ديال الاختمار ديالها كيبقى لحسب الجو اللي عندكم فبالنسبة لي انا خليتها فقط 10 ديال دقيق فكنت شي شوية مزروبة بهذا الفطائر انتم إلا عندكم الوقت فاخليوا الفطائر ديالكم او العجينة ديال الفطائر حتى كيد ضعف الحجم ديالها ثلاثة ديال مرات عاد كتشكلو ان شاء الله هاد الفطائر ديالكم غادي نخليها تختمر ونطلقها بكم هناك كيفما كتلاحظوا معي بعد ما اختمرت عندي العجين خليوا هانتم محتى تطلع لكم كتر من هكا غادي نحاول هكا نفرغها من هاتوك الغازات ديال العجين كيفما كتشوفوا معي العجينة راها كتلتسق هناك ما غاديش نضيف لها لا زيت لا دقيق لا تاشي حاجة غادي نكتفي فيها عفوا بهذيك الزيت اللي درتليها في الأول كيفما كتلتسق لكم كتر فحاولوا انكم در الشغل قليل من دقيق ما تكتروش باش هكا الفطائر ديالكم كيفما كتلكم من اللي كتجوا هكا تقليهم كيجيكم فطائر اللي خفافي ومقطنين ما كيجيوش نهائيا مجنين هنا يشكلت فيهم كويرات كيفما كتشوفوا معي وكل كورا كناخدها وكنحاول هكا ندير لها واحد الحربول او اللي غادي نحرب لها ونخليها في الجنب باش كترتح ليها كيفما كتشوفوا هنا بعد ما كملت الكيمية اللي عندي كيفما كتلاحظوا معي فهذا والشكل ديالهم فبالنسبة لأخبط اللي غادي سولوني على الكيمية اللي خرجت ليها هاد ستادي الكووس ديالتقيق فهي خرجت ليها تزعود ديال فطائر صافي كانناخد هكا 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 الحربول وكاننحاول هكا نديرو به هات الشكل اللي واضح لكم في الفيديو وكان بدك اللف بهه الطريقة نتمنى طريقة تكون واضحة لكم أخواتي باش كا كي يجيني الشكل ديال فطائر به هات شكل اللي كي يجيزين بزاف ملي كي يتقلع فكانناخد هاد الفطائر كنوضعهم في ورق الزبدة اللي قطعتوها هكا مربعات باش كي يسهل علينا ننسون بعد ما كي يختمروا ونضعوهم في الميقلات باش يتقلوا غادي نعود معكم طريقة مرة اخرى كناخد هاكا هاد الحربول وبالنسبة للحربول عفوا فانتو مالي كتتحكمو بالنسبة هاكا الفطائر دي لكم بغيتوهم صغار فاكيد كتديرو حرابل اللي هما صغارين سافي كنديرو على شكل هاكا بحل بحل واحد القرص والجواني بلي كيبقى وهو مالي كان بذكا الفهم على ذاك القرص بهذا الشكل وكلسق هاديك الجهة اللي كتكون في ها الملاقية دي العجينة كالسقها وكنوضعها يلي في الاسفل كنوضع الفطائرة كيف ما كتشوفو معايا اولا هاد الفطائر في ورق الزوبدة غادي نعود معكم طريقة مرة اخرى كندير بهذا الشكل وكنبدا كنلوي العجينة على هاديك الدائرة كيف ما كتلاحظو معايا فالطريقة رواضحة لكم ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله تجربوهم كي يجيو هائلين لف المطق دي لهم وحتى بالنسبة الطريقة دي لهم ره سهلة كيف ماشتوا معايا فكياخدوا لكم غير وقت لي هو قصر بزاف غير في الوقت لي غادي اختمروا لكم وان طبيعة الحال كيف ما كتعرفوا الجورة سخون هاد الايام فكي اختمروا لكم بسرعة هنا يا بعد ما كملت الكيمياء اللي عندي كيف ماشتوا معايا تسعود ديال الحبات غادي نغطيهم هنا غادي نخليهم تقريبا غير واحد خمسة دقيق واندوزوا ان شاء الله باش نقليوهم هنا كيف ما كتشوفو معايا هاد الفطائر بعد ما اختمروا فضروري تخليوهم يخمروا لكم مزيان باش يجيوكم خفافين بزاف سوفيك انوضع هاكا كيف ما كتشوفو معايا هاد الفطائر في المقلا اللي كتكون في هاد زيت سخونة بزاف من بعد اخواتي كتديرو نار اللي هي مهيلة في اللوول كتخليو هاد الفطائر ديالكم غير واحد شوية من بعد كتحيدو ذاك ورق الزبدة من اللي كتحسو بها الجوانب ديالها بدت كتتتحمر كتقلبوها وكتخليوها على نار اللي كتكون متوسطة وكتخليو هاد الفطائر ديالكم حتى كيطيبو على خاطرهم ره دغية كيتحمروا اخواتي لجهة تعلهم النار فما غديش يجيوكم طيبين من الداخل غدي يجيوكم معجنين ففي اللوول من اللي كتجيوها كتحطو الحبة ديالكم كتكون العافية مهيلة بزاف من اللي كتجيو كتحيدو ورق الزبدة وكي يبانو لكم هاكا الفطائر ديالكم كيتحمرو كتديرو نار اللي هي متوسطة وكتخليوهم كيطيبو على خاطرهم باش هاكا كيطيبو لكم من الداخل صافين ايه كتديرو على حسب الحجم ديال المقلاة فان اهنا ايه كيف ما كتشوفوا معي بديت كان حط هاكا الجوج باش هاكا ما كياخدوش ليا بزاف ديال الوقت في الطياب ديالهم اللي كيبانو ليا كيتحمرو كنقلبوهم ومن طبيب الحال إلا بغيتوا يجيوكم منفوخين انا مدرتش لهم ها الطريقة غير بغيت نوريكم إلا بغيتو هاكا تخلو عليهم الزيت اللي هي سخولة كيف ما كندير معاكم بزاف ديال المرات بالنسبة السفنج فاكا ترشو عليهم الفوق كيف ما كتشوفوا معي الزيت اللي هي سخولة وكيزيتو هاكا كينتفخوا لكم بالنسبة لي انا فخليتهم كينتفخوا عادي بالخميرة اللي خليتها اختمرت العجينة من طبيب الحال صافي كنحيدهم بعدما كيتحمروا ليا وإلا عندكم ورق نشاف فكتوضعو على ورق نشاف باش هاكا أخواتي كيقطروا من هاكا كتكون هاكا فيهم على بره بالنسبة لي انا وضعتهم على غير شبكة لان ورق طهيم اولى ورق نشاف ما كانش متوفر عندي أخواتي صافينا غدي نكمل لهم طياب نفس طريقة كيف ما كتشوفوا معي دائما كندير نار اللي هي مهيلة في اللول من اللي كيبدو هاكا كيتحمروا من الجوانب فكنحاول هاكا ندير نار اللي هي متوسطة وكنخليهم كيطبوا من الداخل وكيتحمروا كيكملوا الطياب ديالهم صافينا بعد ما كملت طياب ديالهم فكتحسوا بهم خفافين بزاف ومقطنين هنا يراهوا لو عندي دافين كيف ما كتشوفوا معي هادا والشكل ديالهم كيجيوا ورائعين رائعين كنتحكم انكم جربوهم أخواتي هنا بالنسبة لطريقة ديالتزين غادي نديرتزين اللي هو بسيت بزاف فاخديت هنا السكر ساندة اللي وضعت فيها القليل فقط من السكر الفانيلا وكنحاولها كنندير لهم غير ماشي كنديرهم كاملين في السكر ساندة مبغيتهم شي جيوني حلوين بزاف فكندير لهم غير الوجه ديالهم بها طريقة كيف ما كتشوفوا معي في السكر بغيتوا تزينوهم طبيعة الحال بالشوكولاتة الدائبة وكتغطوا الوجه ديالهم شوكولات الدائب او لكتديروها كاسوس ديال الكراميل عندكم كامل اختيار تقدروا تديروا حتى السكر غلاسي اللي هو السكر سقيل فكل اوحدة كتزين على حسب الرغبة كيف ما كتشوفوا معي غدي نكمل لهم تزينو تشوفوا معي الشكل النهائي ديالهم وهذا والشكل النهائي ديال اللي بني او للفطأ المقلية كي يجيوا رائعين بزاف كيف ماشتوا معي مكوناتهم اقتصاديين بزاف فيهم غير كاس ديال حليب مع كاس ديال الماء وطبارك الله خمسة ديال كؤوس ديال الدقيق خرجت لنا طبارك الله تسعود رغير ما وضحش لكم في فيديو رأي الحجن ديالهم رأي كبير كيف ما تكرت لكم بغيتوا تديروا الحجن ديالهم صغير عندكم الاختيار فغادي تخرج لكم كيميا اكتر فتقريبا غادي تخرج لكم 18 شرقية عائلة درتوهم صغرين هنا غادي نقسم معكم واحدة كيفما دائما باش هكا تشوفوا معي مالداخل كيفاش كي يجيوا وراء كي يجيوا وخفافين مفشفشين كي يجيوا ورائعين ما كي يجيوا وش نهائيا مع الجنين غادي تشوفوا النتجة رواضحة لكم في فيديو نتمنى فعلا انكم تشاركوا هذا الفيديو مع العائلة خليوا ليه لايكاتكم باش تشجعون اكتر والفيديو تشاف عن عدد كبير ديال الاخوات خليتكم على خير ان شاء الله فيديو جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك تشرف